قالت منظمة هيوم الرايتس ووتش إن الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسرية مستمرة في حق العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني من قبل جماعة الحوثي وأكد بان المنظمة تزايد الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من قبل جميع السلطات في مختلف أنحاء البلاد كما أكد بان المنظمة الاستلاء على ملجأ للنساء في جنوب البلاد وزيادة القيود على حرية حركة النساء من قبل جميع السلطات في مختلف أنحاء اليمن